وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة انهاء الاتفاقات الخاصة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المخطة طرحها لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وتطرق الاجتماع لمراجعة الموقف التفصيلي لطرح حصص بعض الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام كما تناول الاجتماع موقف عدد من المشروعات التابعة للوزارة ومن ذلك أداء قطاع الصناعات المعدنية وتطرق أيضا الاجتماع إلى متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج استعدادا لبدء افتتاح المصانع الجديدة كما شهد الاجتماع استعراض موقف خطوات التعاون وسبل الشراكة مع مجموعة هندوجا الهندية في مجال تصنيع المركبات الكهربائية ترجمة نانسي قنقر